برضو هتكلم عن قبل بس ما استقبل كابتر رمضان السيد نهارده الحقيقة في جائزة The Best في العالم الأفضل من وجهة نظر أنا هو محمد صلاح عاطفا يعني عايز تتكلم فيها بقى من الناحية العاطفية ماشية عايز تتكلم فيها من الناحية أنا راجل بصري وبحب محمد صلاح وشايف أنه هو استحقق ليكون الأفضل لو جينا نتكلم فيها بالمنافسات ومين خد إيه طبعا البايرن خد ليفا خد مع البايرن بطولة أوروبا وخد كذا وخد كذا وخد كذا وخد الدولة الألمانية وخد 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 فيستحق ماشي لكن بالعاطفة احنا بنحب محمد صلاح ومحمد صلاح بالنسبة لنا عافية هو الأفضل يعني بالنسبة لنا كمصريين ان شاء الله على الأقل للسنة القادمة ان شاء الله محمد صلاح يستحق أن يكون الأفضل أمام العالم النهاردة يكفي نحن بنشوف ليفاندوفيسكي وميسي ومحمد صلاح هذا السلاسيبية تنافس عن الأفضل عمرنا ما كنا بنفكر أن احنا هنشوف مثل هذا الأمر ولكن في النهاية محمد صلاح وضع اسم مصر ووضع اسمه طبعا واسم مصر دائما في كل المحافل الدولية اللي بتتكلم عن الأفضل بتسمع عن محمد صلاح بس الغريبة بقى بالنسبة لي والواحد يقعد يضحك وهو محمد حتى محمد يعني يعني محمد حتى حط صورة على الستوري بتاع الانستجرام بيضحك فيها لأنه ما يقدرش يقعب لأكتر من كده وإحنا كلنا هندحك تخيل حضرتك أن اللي بينافس ليفاندوفيسكي وميسي خارج التشكيلة المثالية بتاعت الفيفا محمد صلاح اللي هو بينافس ليفاندوفيسكي وميسي خارج التشكيلة المثالية مش هقول لك أكتر من كده عشان تعرف الدنيا ماشية إزاي والأمور ماشية إزاي واضح إن فيه إن المشكلة إن هناك مشكلة كبيرة على رأي موسيماني الحقيقة ما بين دائما أفريقيا والفيفا يعني زي نيويورك تايمز بتقول إزاي موسيماني مش في شورت لئيست بتاعت المدربين واخد اتنين بطولتين قريتين في تمن شهور فإزاي ما يبقاش موجود حتى في الفيفا مش شايفه يعني ولا إيه ده كلام نيويورك تايمز مش كلام إسلام نيويورك تايمز دي مش أهلوية بالمناسبة يعني تقرير كل الدنيا وكل العالم نقله مش كلام إسلام ولا حد أهلاوي ولا حاجة بس عشان محدش ودينا للسكة دي حاجات غريبة جدا ده واحد تخيل اللي بينافس ليفاندوفيسكي وميسي محمد صلاح مش موجود ودي تقرير نيويورك تايمز بتقول كوستشنز تخيل حضرتك أنه مش أنا والله العظيم ما أنا والمحرر اللي كتب أو الكاتب اللي كتب الكلام ده مش أهلاوي ويعني ده تنقل في العالم كله يعني برضو أشان أنا عارف هناك بعض الطيب أشانتهم شكرا